السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وآصحابه ومن اهتدى بهداه لأيوم الدين أما بعد النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ونالنبي صلى الله عليه وسلم وقال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رواه الإمام مسلم أبوسائد الخدري الرضي الله تعالى عن المنكر قول كول 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر